اشتركوا في القناة بعد سنين طويلة جواز وولاد وعيشة انه اصلا عايش في كتبة وفجأة لقى نفسه مطلق وعليه قضايا نفقة وبيته متباعة وفلوس في البنكة كلها مسحوبة وكل ده من غير ما يعرف كل ده ومراته نايمة جنبه طب ازاي ده حصل تعالوا نشوف جمال بعث لنا يقول لنا ايه اسمي جمال في الخمسينات من عمري اتجوزت سنة ستة وتمانين واخدت مراتي معايا لدبي وهناك خلفنا ابننا الاول من بعد ما سافرنا بسنة وبعد ما خلفت جالها جواب تعين في محافظة بورسعيد فطلبت مني انها تنزل مصر وقالتلي مش هتأخر عليك يا دوب هروح هستلم الشغل واضمن الوظيفة وبعدين هاخد اجازة بدون مرتب وارجع لك على طول بس بعد ما رجعت مصر ما خدتش الاجازة اللي اتفقنا عليها وكملت في الشغل وحطتني وصاد الأمر الواقع واضطريت اكمل في شغلي لحد ما جات اجازتي ولما نزلت قالتلي معرفتش ااخد الاجازة واجيلك زي ما وعدتك لاني لسه مستلمة الشغل جديد وقالولي قدمي استقالتك يرديك يرديك افرط في الوظيفة بعد ما جاتلي بتلوع الروح وبعد مرور كام شهر مراتي طلب التغيير السكن عشان يكون قريب من والدها وقالتلي انا محتاجة جدا للخطوة دي خصوصا اني مش عارف ارجع معاك مش عارف اروح دبي تاني ولازم ابقى سكنة قريب من اهلي عشان لو احتاجت منهم حاجة وفعلا لقينا شقة جنب باباه ونقلنا فيها وكان صاحب الشقة صديقي وفجئت بيه بيقول لي ابو مراتك طالب ان عقد الايجار يكون باسم بنته قلتلي هو مين اللي هيدفعلك الايجار انا ولا امراتي فقال لي انت قلت له خلاص يبقى كلامك معايا انا والعقد يبقى باسمي وحصلت ما بيننا وقتها مشاكل كتير وسبتها وروحت بيت والدي واقعدت عنده شوية وبعدها رجعت دبي واتصلت بيها وسألتها انت عايزة تعيشي معايا ولا لا قالتلي عايزة عايش معاك فعملت لها فيزا وجات دبي وفي الوقت ده ابوها رفع قضية طلاق وطالب بنفق ليها والمحكمة حكمت بمبلغ نفقة كل شهر كل ده وانا ما عرفش من سنة التسعين يعني من بعد ما تجوزنا باربع سنين يعني حسب مفهمتي من كلامك يا جمال ان باباها استغل ان عنوانك الجديد بقى جنب بيته وهو اللي هيستلم انظار المحكمة عشان انت ما تعرفش حاجة عن القضايا المعروفة يعني الزوجة وباباها تقريبا كده متفقين مع بعض طب هتعمل ايه يا استاذ جمال في الورطة دي تعالوا نكمل اكتشفت بعد كده ان ابوها زور اسيم الطلاق باسم بنته وطلب نافقة بموجب توكيل كانت عاملهله وفعلا حكمت المحكمة بنفقت مبلغ كل شهر وانا ما كنتش اعرف اي حاجة عنها على الرغم من اني اخدتها على دبي وعاشت معايا هناك سنين طويلة وبقى عندنا ولدين وبنت وكل ده والنفقات عملت اتراكم علي وانا مش داريان وبعدين مراسي نزلت مصر وانا نزلت بعدها في 2010 بعد ما ربنا رزقني وبنت بيت خمس دوار كل دوار شقة بعد الرجوع بشكل نهائي فجئت بأحكام من نفقة متركمة علي باسم ولادي التلاتة ده غير حكم بالحبس لعدم الدفع ويا الدفع يا الحبس مش كده وبس دي مراتي كمان كتبت مباعة لنفسها بنص البيت اللي انا بنيته وهي اللي كتبت ووقعت مكان البايع ومكان المشتري وانا ما كنتش حاضر بحكم اني كنت عامل لابها توكيل بالمناسبة التوكيل اللي كنت عامله ما كانش توكيل للبيع بس هو زور امضتي واخد صحة التوقيع وهي استولت على البيت وهددوني بالقتل لو قربت من البيت وانت يا استاذ جمال عملت لابها توكيل ليه من اصله اذا كانت كل الحاجات اللي قدامك وفي كلامك تخوف تعالوا نشوف اللي حصل بعدها وكلت محامي عشان يطلع على الاحكام فقال لي الاوراق بتقول انك طلقت مراتك سنة تمانية وتمانين وان عليك احكام نفق الطلاق ونفقة اولاد قلت له انا باجي مصر كل سنة ومعايا مراتي والولاد وبنقضي الاجهزة في شهر اغسطس ونرجع مع بعض ومعايا شهادة التحركات بكده طلب شهادة ميلاد الولاد وقال حكم النافقة صادر سنة تسعين بناء على وقوع الطلاق وفيه بنتة ولدت سنة اتنين وتسعين ولدت ولد سنة سبعة وتسعين يعني اتولده بعد وقوع الطلاق وتخيلين المهم وكلت المحامي عشان يمسك كل قضايا الطلاق والنفقات وكمان قضية بيتي اللي اتاخد مني غدر لكن للأسف فجأت النمراتي راحت للمحامي واشتريته ولما غيرته وجبت المحامي تاني من بلد بعيد كانت أول حاجة يقولها بعد ما اتطلع على جميع الأحكام والتزوير هلغيلك أحكام من نفقة بما إن الزوجة كانت مقيمة معاك وهدخلها لك السجن هي وأبوها بتهمة التزوير وبعد ما أخد جزء من أتعابه عرفت إنها اشتريته بالفلوس هو كمان وحاليا أنا ما عنديش أي فلوس أو عقار أنام فيه مراتي سرقت فلوسي وغشيتني مع إنها ما شافتش مني غير كل خير لدرجة إن كنت بشتغل في دبي وبسيب لها بطاقة البنك عشان تسحب المصاريف اللي هي عايزاها أو اللي محتاجاها فجأت إنها سحبت كل رصيدي اللي وصل لستة مليون درهم إماراتي أخدتهم كلهم ودلوقتي بتهددني بالقتل والتهديد ده مش جديد عليها لأنها حاولت تقتلني هي وبنتي قبل كده كان الكلام ده في يوم جمعة لما كنت في دبي وكان ساعتها في سباق جاري صديق لي جاب لي كاب وفانيل عشان نجري أنا وهو وابني بس أنا اعتذرت له هو وابني ونمت وصحيت عشان أصلي الفجر وبعد الصلاة مراتي فجأت إني ما نزلتش السباق فسألتني ما روحتش ليه مع ابنك وقلت لها تعبان مش قادر قالتلي أنت مش راجل فمسكت شعرها وقلت لها تحبي وريكي أنا راجل ولا مش راجل لقيت بنتي جايبة عصاية مكنسة وقعدت تضرب فيي فسبت شعر أمها ورحت عاقب بنتي قامت مراتي ضربتني بمج الشاي على راسي وبنتي وأمها سحبوني ودخروني القوضة وقفلوا علي بالمفتاح عشان أموت وبعد ما دخلت غيبوبة وبعد يوم فتحوا علي عشان يشوفوني أنا موت وقال لا لا لقوني عايش ربنا كتب لي أني أعيش ونجاني دلوقتي بكتب لكم قصتي بعد ما بقيت مهدد واكتشفت أني كنت عايش في كتب وتزوير كل حاجة أملكها رحت قولوا لي أعمل إيه خلصت رسالة أستاذ جمال جات لنا من رقمه على الواتساب قارتها بنفسي لما كنتش قارتها بنفسي كنت قلت ده فيلم ومبالغ فيه كمان طب إيه اللي يخلي زوجها وحمى يعملوا كده ترفع قضية طلاق ونفقة على جزها من وراه ويعيش معه تاخد كمان عليه أحكام لا وإيه كمان سحبت ستة مليون درهم من رصيده وزوروا كمان قمضته وعملوا عقد مبايع للبيت اللي بناه بتعبوا وعرقوا زي ما قال تفتكروا الموضوع ممكن يكون سهل كده ولا ممكن يكون أستاذ جمال بيبالغ أو غضب وزعله من مراته وبنته خلوا يعيش في نظرية مؤامرة كبيرة قوي ما إحنا برضو ما سمعناش من الطرف التاني والكلام اللي جالنا ده تفاصيله تخض ضربته بمج الشاي قفلوا عليه وعنده غيبوبة ضربه عشان قتله وانت مش راجل طب ما هو قال انا كنت عايش معاها على الحلوة وعملي ما وردتها حاجة وحشة طب ليه ما نزلش مع ابنه ما هو قال تعبا مش قادر لا محتاجين نتكلم مع حد متخصص عشان نعرف لأنه في أسئلة كتير قوي في حكاية أستاذ جمال استنوا بعد الفاصل